موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصديث اليوم في الستوديو رئيس مجلس أماناء شبكة الإعلام العراقية الدكتور حسن سلمان أهلا وسهلا بالدكتور حسن يعني أبدأ معك من إعلان رئيس اتلاف متحدون أسامة النجيفي عن سحب ترشيحه لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة كيف يمكن قراءة هذا الإعلان وهذا الانسحاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني أعتقد كل واحد لازم يدفع ثمن ثمن أخطاء أو ثمن أزمة وأعتقد أزمة الموصل ترتبط بالسيد النجيفي وبالأخوين نجيفي يعني أثيل وأسامة باعتباره رئيس الكتلة السيد رئيس مجلس النواب كان وهو المسؤول عن الموصل نيابيا وأمنيا هو وسيد أثيل النجيفي ويمكن أيضا أن يكون انسحاب أيضا تنفيذ الاحتقان الذي حصل في المرحلة السابقة ما بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب وعلى كل حال يعني هو غير مرحب في هذه الدورة من قبل لا أقل معظم أطراف التحالف الوطني في أن يكون رئيسا للمجلس وأثبتت الأربع سنوات الماضية أن رئاسة النجيفي هي رئاسة أزمة أو كما يسميها دولة القانون أو هو يسمي رئاسة الوزراء رئاسة أزمة لماذا يتم تحميل أزمة الموصل أو كما حضرتك قلت في أي مجال يعني في مجالين أساسيين المجال الأول هو الوضع السياسي في الموصل يعني إذا اعتبرنا 30 نائب أو 31 نائب للموصل في مجلس النواب وهذا التمثيل السياسي لأهل الموصل فالنجيفي له الحصة الكبرى أكثر من 16 إلى 18 نائب في الموصل وبالتالي هو يمثل الموصل ثم كون أخو أثيل النجيفي هو المحافظ وانت تعرفي أن الشرطة الاتحادية وشرطة المحلية التي تؤتمر من قبل سيد المحافظ وقاء ومدير الشرطة وهم تابعين لهذا الاتجاه هم اللي يسلموا الموصل إلى بين قوسين داعش أو راجح بالمصطلح اللبناني هل تعتبروها راجح؟ أي قضية داعش أنا ما أعتبرها قضية حقيقية بالمعنى يعني أخذ الموصل بهذه الطريقة من قبل هذه الحركة التكفيرية الإجرامية وإنما كان لها غطاء سياسي وإلها غطاء اجتماعي وعشائري هو جيش أهل السنة المتمرد على الحكم في العراق فيما بعد طبعا سوف نتحدث عن موضوع داعش ولكن في موضوع إعلان رئيس اتلاف المتحدون يعني هذا الانسحاب هو ربطه بأنه وقال تحديدا أنه أعرب عن استغرابه بأنه لما وصفه بربط رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء بسحب أنه جاي في ترشيحه لرئاسة مجلس النواب طب قبل هذا خلينا نكمل المسألة الأخرى اللي هو الغطاء السياسي اللي يغطى النجيفي نتيجة علاقته في تركيا أيضا لقضية الموصل بالعودة إلى سؤال حضرتك وفي شروط متبادلة أن المالكي ينسحب من رئاسة الحكومة النجيفي ينسحب من رئاسة مجلس النواب حتى وضعوا بعض التسريبات وبعض التشكيلات للمرحلة القادمة وأنا أعتقد يعني هناك خلاف حقيقي وشخصي حتى ما بين سيد رئيس الوزراء وسيد نجيف شخصي؟ نعم شخصي وسياسي والفترة الماضية اللي مر بها العمل الحكومي وعمل مجلس النواب أثبتت أن هناك حالة من الخلافات السياسية والخيارات السياسية انعكست حتى على العلاقة الشخصية الشخصية بينهما لم يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المزراء خلال أربع سنوات إلى مرتين أو ثلاث مرات هذا شيء غريب رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة هذا شيء مستغرب طبعا عندما نقول هذا الخلاف شخصي على من يقع اللوم نحن نتحدث في موضوع مؤسسات وسياسة وسياسة بلد ومستقبل بلد وحكم بلد هل هناك مجال للخلافات الشخصية إلى هذا الحد لا أنا أقول هذا حدث بين هذين الشخصين بين رئيس الوزراء وبين رئيس مجلس النواب وما أعتقد في خلافات يعني وبالعراق هاي طبيعة العراقي يعني أن كثير من الأمور تنعكس حتى لو كانت سياسية تنعكس في العلاقات الشخصية وهذا نقدر ننطي كثير من المصادق لكن ليس هو المسألة الشخصية هي المهمة بمقدار ما تعطلت أو تعطل عمل الدولة إن كان حكوميا أو تشريعيا والكل يعرف أن الحكومة لم تنجز في هذا العهد الأربع سنوات أي شيء في برنامجها الذي قدمته إلى مجلس النواب ومجلس النواب أيضا لم يقدم شيء في مجال التشريعات والقوانين التي يمكن أن تشكل خدمة للمواطن وعلى رأسها مثلا قانون النفط والغاز هذا اللي الآن حدثت مشكلته أخيرا في كاركوب واللي الآن إقليم كردستان حاول أن يستحصل على ما لم يحصل عليه بالسياسة ولكنه أعلم أن هذه المادة المتعلقة وإلغاء المادة 104 أن أسقطها وهذا طبعا هذا مسألة يحتاج فيها حديث طويل سوف نتحدث لاحقا عن هذا الموضوع التحديدا أو قانون البنة التحتية الذي قدمته الحكومة وكيف رفضها من مجلس النواب وهكذا وهكذا هذا الكلام الذي يقوله النجيفي وربط رئيس الوزراء نوري المالكي بانسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة مقابل انسحاب النجيفي هل هذا سوف يكون له صدع الأرض كيف سيتم التعامل معه يعني المالكي ينسحب في مقابل انسحاب النجيفي أنا أعتقد العاكس قد يكون يعني النجيفي انسحب في مقابل أن ينسحب المالكي وعلى كل حال المالكي هو غير مرحب فيه في رئاسة الحكومة من قبل هذه الكتلة وهذا أمر معلن في أكثر من موقف خلال ما حدث بعد الانتخابات وكذلك الكرد حتى أمس بالأمس صرح سيد مسعود بارزاني في موقف من رئيس الحكومة المالكي أن يكون رئيسا للحكومة وحتى في التحالف الوطني هناك اختلاف لكن أنا أعتقد أن المرحلة القادمة ستحدث نوع من التسوية في مقام تسمية رئيس الحكومة تسوية تطال الحكومة أيضا تشكيل الحكومة هذا هي التسوية؟ يعني على ضوء التطورات نعم على ضوء التطورات التي حصلت في الموصل وصلاح الدين وديالة المفروض القوة السياسية تجتمع والاستحقاقات الدستورية تنفذ وخاصة أن هذا المطلب مطلب للمرجعية التي هي مسكت البلد بعد انهيار الوضع في الموصل نعم والتالي التسوية على رئاسة الحكومة وعلى تشكيل الحكومة وعلى طبيعة الحكم خاصة هل من التصورات؟ هل من معلومات حول تشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني حدثت تسريبات ليلة أمس أن هناك نوع من التسويات قد حدثت مثلا أن تطرح وبس أنا ما أعتقد دقيقة إلى هذا الحال لكن طرحت تسريبات مثلا طرحت تسريبات أن يبقى رئيس المالكي رئيسا للحكومة لكن أن يغير طاقمه السياسي أو مستشاري واللي هم متهمين بالفساد والانحراف طبعا ما نقول مستشاري حتى بعض المستشاري طاقم السياسي في مقابل أن يكون مساعد له من القتلة المواطن السيد الحكيم السيد بيان جابور وطرح أن السيد عبدالك نجم الدين كريم رئيسا للجمهورية أو برهم صالح ويساعده شيعيا مثلا شهر ستاني وجبوري بدل النجاي في رئاسة مجلس النواب والشيخ همام حمودي يكون نائب له وماذا يعني هذه التشكيلة سياسية هذه التشكيلة يعني أول شيء تنهي أكو مسألة طرحها سيد رئيس الوزراء اللي هي حكومة الأغلبية السياسية هذه معاكسة لحكومة الأغلبية حكومة الشراكة شراكة الأقوياء خلينا نسميها شراكة الأقوياء الذين انتصروا في أو ربحوا في مجلس في الانتخابات نيسان الماضي والمسألة الثانية تعطي حسا وبعدا أشمل لرعاية حكومة موسعة حكومة وحدة وطنية على كل حال سنذهب إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم ونتابع باتحداث حضرتك عنه إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع شكرا لك دياء أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الخليج الإماراتية وفيها نقرأ البرزاني يضع أكراد العراق على طريق الانفصال السعودية تنشر 30 ألف جندي على الحدود الاحتلال يلوح بالحرب على غزة وانتفاضة وشيكة لرحيل المستوطنين وفي صحيفة الخليج نقرأ تصعيد إخواني يستهدف استقرار مصر في ذكرى عزل مرسي مقتل 17 تكفيريا بعملية نوعية في سيناء إلى صحيفة البناء اللبنانية ونقرأ فيها واشنطن تخطط والأمم المتحدة تتبنى والحكومة تقع في الفخ والبناء تكشف مخيم الكونترا السورية في عكار بذريعة النازحين الأردن أبلغ رفضه وتركيا همها عراقي فقررت أمريكا تجمع معرضتها في لبنان القسام المعركة مع الاحتلال مفتوحة وقدراتنا ستفاجئ العدو إصابة مئات الفلسطينيين في مواجهة جديدة مع الاحتلال في شعفات لفراف لتعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب كيبري الأمريكية تبدأ تدمير آخر شحنة من الكيميائي السوري من صحيفة البناء لبنانية إلى صحيفة الأخبار المصرية ونقرأ فيها قنابل واشتباكات في ذكرى عزل مرسي محلب لا ضرائب جديدة وهدفنا استعادة ثقة المستثمرين إلى صحيفة الرياض السعودية ونقرأ فيها العلاقات السعودية الأمريكية تشهد تطورا في كافة المجالات وذلك على لسان الملك خادم الحرمين يهني الرئيس الأمريكي بذكرى يوم الاستقلال داعش تسيطر على مساحة من سوريا تبلغ خمسة أمثال مساحة لبنان القاعدة تترك معاقلها للدولة الإسلامية ضريف يحث مجموعة الخمسة زائد واحد على الاتفاق مع تهران حول برنامجها النووي قبل انتهاء مهلة الستة أشهر من صحيفة الرياض السعودية إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ فيها إسرائيل تتأهب لاقتحام غزة وقادة حماس تحت الأرض المتخب الجزائري يتبرع بمنحة المونديال لغزة فزع رسمي من عبوات كيميائي سعودي في القاعدة يستهدف تفجير طائرات أمريكية يصنع متفجرات لا يمكن كشفها ويمكن زرعها داخل الجسد البشري تدمير رتل عسكري للانفصاليين الأوكرانيين وتعيين وزير دفاع جديد قمة أوروبية تقرر بدء المفاوضات بين الطرفين نختم مع صحيفة القبس الكويتية وفيها نقرأ مسيرة احتجاجية دعما للمعارض الكويتي مسلم البراك المحكمة رفضت إطلاقه والتظلم في السابع من الشهر الجاري هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية عودة إلى برنامج أخر طبعا شكرا للزميلة سارة الحاف على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم عنوين يعني ليس هناك من بلد مرتاح يخلو من مشكلة يخلو يخلو بالضبط من مشكلة وتحديدا مشكلة الإرهاب يعني سواء الإرهاب الإسرائيلي أو الإرهاب التكثيري القضية الفلسطينية أيضا يعني أين نضع أين كيف يمكن قراءة القضية الفلسطينية وسط ما يجري في كل المنطق يعني لم تتعرض لبين مزدوجين ربيع عربي كما يقال يعني القضية الفلسطينية هو هذا أنها أن يصبح الأخوة في فلسطين لوحدهم تحت القدر تنفرد إسرائيل قتلا وتدميرا وقصفا وتهويدا وتكثيرا للمستوطنات بغطاء عربي واضح حكومي طبعا حكومي خليجي وإقليمي أيضا وغربي أمريكي وبالتالي ليس مستغرب أن تشن إسرائيل حملة عنف جديدة تدميرية ضد قطاع غزة بغض النظر عن حجم أيضا المقاومة التي ستلقاها والتي أعتقد أن ستلقى مقاومة ليست أقل من مقاومة الثمانية أيام في الحرب الأخيرة وبالتالي هو هذا المشروع المشروع نحن دائما نقول أن ما يحصل من تقاتل وتقسيم وتفتيت هو مشروع إسرائيلي بالدرجة الأولى وقد يكون أيضا للمرحلة القادمة قد تكون هناك خرائط تتبدأ هذا ما أريد أسألك عنه هناك من يقول خرائط سايكس بيكو انتهت إلى مال عودة سوف تسقط لتقسيم المنطقة أقصد أقصد خرائط جديدة في القضية الفلسطينية توطينا غير خرائط الحدود العراق أنا أعتقد أقصد تشكلت خرائط أنا لست متفائل بخارطة العراق الموحدة بعد الذي حصل خاصة وأن هناك خطأ ارتكبت الحكومة العراقية في أن شكلت غرفة عمليات مع المثل الدارج حاميها حراميها يعني أنا كيف أشكل المشروع أمريكي وشكل غرفة عمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهل كان بمقدور الحكومة أن تقوم بعكس ذلك أو هل كان لديها خيارات أخرى لو حسمت الخيارات السياسية في البلد والتجأ العراق إلى فعلا أن يرى مصالحه هو بالدرجة الأولى ومصالح شعبه في الانتماء إلى أي اتجاه وأي مشروع ويأخذ الخيار وهذا قرار شجاع لازم يكون مسؤول ولا نحمل رئيس الحكومة فيه لوحده وأنه نحمل كل الطاقم السياسي الذي يحكم البلد ومن هنا أعتقد أن من شارك في تقسيم العراق وسينعكس هذا تدميرا للمنطقة هو الطاقم السياسي العراقي الحاكم والمعارض مهم جدا وخطير جدا دائما نتحدث أن هناك تقسيم لسوريا للبنان للعراق لهذه الدول ولكن حتى الآن هناك في المقابل من يقول بأن ليس بالضرورة لهذه الخطط أن تنفذ وأن تصبح واقعية على الصدر الآن هي واقعة الآن الواقع أن الدولة الكردية امتلكت والتي كان ينقصها البعد الاقتصادي الذي يرمم الدولة ويحمي الدولة يعني هم جيش عندهم قوة أمنية عندهم أرض عندهم وأرض مميزة يعني مميزة جغرافيا سياسيا وبالتالي الميزان الاقتصادي هو في كاركوك وحتى أراضيهم أيضا تتعرف هناك مشكلة بين الأقليم والمركز في موضوع الاستثمارات النفطية في أربيل وغير أربيل فالآن أخذت كردستان بغض النظر أيضا عن حقوق الشعب الكردي حقوق الأساسية التي نحن نؤيدها والدستور يؤيدها لكن الجماعة أخذوا مجال أكثر يعني لا يتجه نحو الفدرالية العراق اليوم يتجه نحو الكونفدرالية كخطوة ويمكن أيضا اتجاه حتى دول متقاتلة وليس كومفدرالية وإنما تقسيم لدولة كردية ودولة سنية تمتد من غرب الأنبار إلى الموصل وصلاح الدين هل في مكان الذي تسيطر عليه داعش حاليا مش داعش ليس داعش نقول داعش إلا إذا حسم الأخوان السنة خياراتهم أن يبقوا مع داعشهم السياسي لأن شوف ما في خيارات عنا بالعراق يعني يجب أن نكون واضحين إما أن نذهب للقتال وأنا أعتقد الطائفة السنية الكريمة ستخسر والعراق سيخسر والشيعة سيخسروا في هذا الجانب إما واحد من عندنا يرحل ويترك البلد يعني وإحنا ليس سنرحل لا نترك العراق وإما أن نذهب إلى الحوار والحل يعني وبالتالي الاحتماء بداعش وجماعات القتل ورفح السلاح والذهاب إلى القتال في مقاتلة الدولة أو مقاتلة طائفة أخرى هذا ليس في مصلحتهم هذا أنا أقول بكل صراحة والشيعة عاعدهم من المقدرة أو الشيعة عاعدهم قرار حرب ومواجهة مع الآخر حتى مع الكرد بالمناسبة ولكن إذا فرضت عليهم أنا أعتقد أن حماية مقدساتهم وأنفسهم وحماية الآخر من الإرهاب الوهابي ومن الإرهاب الداعش هنا تجي داعش الذي صادر القرار لأن السني وأخذ الحماية من قبل الداعشيين السياسيين ومن قبل بعض العشائر ومن هنا أنا أعتقد أن الشيعي عند قدرة في أن يدافع عن نفسه ويدافع عن مقدساته ويحمي الآخر ولا يستطيع أحد أنا أعتقد أن يفكر خطأا أنه هو على مقدرة في مقاتلتهم لكن هذا الأمر سي هل يمكن أن يقاتل أيضا للبقاء على توحيد أرض العراق والبقاء على العراق موحدا يعني نتمنى نتمنى المرحلة القادمة أن توقف هذا المشروع ولا أقل توقف في أقل الخسائر لأن هذا المشروع أنا قلت هذا مشروع كبير هذا مشروع تحدث حضرتك عن موضوع التوطين ولم نكمل الحديث يعني كنا نتحدث عن كيفية التقسيم كيف يمكن استغلال هذا الموضوع في التوطين أعتقد من خلال تغيير الخارطة أو الشيء الخارطة الجغرافية من داخل فلسطين باتجاه الأردن وباتجاه العراق وضع بالأمس القريب أنا سمعت أكثر من تقرير أوروبي وعربي أن شراء الأراضي في الموصل واعتبار أن الموصل أيضا مكانا جيدا لليهود ومكانا جيدا للفلسطينيين فأن أن تكون الأردن وأن تكون حتى يمكن أن يطرح موضوع التوطين في لبنان يعني من هو موجود على الأرض وطن وبالتالي ستكون هناك حملة تصفية شاملة وترونسفير كامل من الأراضي حتى 48 باتجاه العراق وهذا الموضوع بالمناسبة طرح بالألف وثلاثة عندما احتل الأمريكي والبريطاني العراق طرح موضوع إعادة توطين الشعب الفلسطيني الموجود في الشتات أن يأتي ويكون في غرب العراق أو في مناطق من العراق تقطع له وتكون هناك دولة متكاملة ما بينه وما بين الأراضي الأردنية وبالتالي أنا أعتقد هذا المشروع يمكن أن يشكل أيضا حل على الطريقة الأمريكية وعلى الطريقة الإسرائيلية في موضوع هذه التخسيمات وإضعاف هذه الدول ومن هنا يمكن أن نقول نعم أن الحكومة القادمة عليها هذه المسؤولية الكبيرة كيف تستطيع أن تلملم الوضع العراقي وإعادة وحدة العراق وحدة العراق كالشعب ما بينك من رؤية حول هذا الموضوع هل هناك ما أعتقد أنا ما أعتقد في ظل الأوضاع التي وصلت إليها وفي ظل القرارات وهي قرارات استراتيجية ليست قرارات تكتيكية أخذها الكرد وأخذتها القيادات السنية يعني عندما يقام أقليم كردي بالمعنى الكونفيدرالي عندما تقوم قوة عسكرية من ميليشيا البيشمرقة سأنا نقول الاحتلال وإنما ببسط نفوذها وقوتها العسكرية في حالة طبعا يتحجج هما بفراغ الفراغ الذي أحدثته الدولة العراقية أو الانهيار الذي حصل في الموصل وكاركوك وليس في الموصل هو في كل أكثر من محافظة حصل انهيار وانسحابات فضيعة فاملاء هذا الفراغ بالقوة العسكرية الكردية هذا قرار ليس قرارا تكتيكيا وإنما قرارا استراتيجية استتبعه إلغاء المادة 140 من قبل طرف واحد وإعلان من طرف واحد تم إلغاءها هل يمكن القبول بها يعني بهذه السهولة؟ طبعا هذا الأمر يعني لم يكن لم يكن ولم يحصل إذا لم يكن السيد برزاني متكع على شيء يعني بس أنا أعتقد أيضا في المقابل يعني هو متكع على تركيا ومتكع على أمريكا ومتكع على إسرائيل وأنا أعتقد هذولا الثلاثة عدهم مصالح ورؤية استراتيجية في تقسيم العراق للذهاب إلى المشروع الأكبر يعني تركيا شريك وإسرائيل مستفيد وأمريكا راعية ومايسترو لهذا المشروع هو متكل على هذا الأمر نحن أيضا نتكل في المقابل على قوانا ومحور الذي ولد في بداية الحديث أن نأخذ الخيارات في الانتماء إلى وأعتقد أيضا أن هناك تجربة حدثت للكرد أول شيء مسعود لا يمثل كل الكرد بالمناسبة حتى لا نتهم الأخوة الأكراد في هذا المجال يعني الاتحاد الاتحاد الوطني لا 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 أيضا الشريك الأساسي في كردستان اللي هو الاتحاد أعتقد رؤيتها غير رؤية سيد مسعود ثم أن التجربة التاريخية المرة التي مر بها الكرد أيام 76 يجب أن لا ينسى مسعود كيف تخلت أمريكا عنهم عندما رأت أن مصالحها صارت بالحل ما بين صدام حسين وما بين شاه إيران وكيف استطاع النظام العراقي حتى أن يضرب كردستان بالأسلحة الكيميائية وبالتالي أنا أعتقد ليس من مصلحة الكرد الذهاب من أخذ القرار من طرف واحد هذا القرار تحديدا سوف نتحدث عنه في الحدث اليوم ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور حسن سلمان أهلا وسهلا بك ونذهب إلى الحدث اليوم الأكراد اقتربوا من تحقيق دولتهم المستقلة فهل توافق الأمم المتحدة وماذا عن العراق ودول الجوار ماذا يعني أن تسيطر داعش على كامل ريف دير الزور السوري وبغداد تستعد لساعة الصفر فماذا عن الخلايا النائبة إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية أربيل تبشر بعضو جديد في الأمم المتحدة الكارثة التي يعيشها العراق قد يتمخض عنها بلد مستقل وعضو جديد في الأمم المتحدة فوسط هجوم جهادي الدولة الإسلامية وسيطرتهم على مناطق واسعة من بلاد الرافدين خرج صوت رئيس كردستان مسعود البرزاني ليعلن رغبته في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم خلال بضعة أشهر مشيرا إلى أن العراق مقسم بالفعل وبرغم الأصوات المعترضة على إعلان البرزاني التي بدأت تخرج من الدول المجاورة كتركيا وإيران إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح سنجاري أكد للصحيفة أن العضو الجديد في الأمم المتحدة على الأبواب سنجاري أكد أن استقلال كردستان سيؤدي إلى قيام كيانين غنيين بعيدا من الإشكاليات لبناء دولتهم فيما حذر مراقبون من أن مخطط تقسيم العراق وإعطاء الاستقلال للمناطق الكردية سيؤدي إلى إعطاء المزيد من القوة لتنظيم داعش السفير داعش يعزز دولته عبر الدير الزور فرد تنظيم داعش واقعا جديدا في منطقة الهلال الخصيب بعدما تهاوت أمامه مدن وبلدات ريف دير الزور وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن الخطوة المقبلة لداعش ستكون باتجاه ريف حلب الشمالي إلا أن ذلك لا يعني أن غرب العراق سيكون بمنأة عن هذه التدعيات فمن خلال سيطرة داعش على كامل ريف دير الزور يكون قد بسط سلطته على أراضي دولة داعش الممتدة من الموصل والأنبار في العراق مرورا بريف دير الزور إلى الرقة ثم إلى ريف حلب الشرقي وصولا إلى مدينة الباب شمال حلب على الحدود التركية وتواجه الحكومة في بغداد تحديات أمنية وسياسية متفاقمة تبدأ بداعش ولا تنتهي بالصراع المذهبي العرقي الذي بات يهدد بقاء العراق كدولة بما سيكون له من تدعيات في الوقت نفسه على سوريا المتمردون السنة يعدون لهجوم كبير على وسط بغداد وفق مسؤولين قالوا إن المعلومات الاستخبارية تطرح احتمال صعود الخلايا النائمة التي تضم نحو 1500 متمرد فيما قد يمثل هجوم الساعة الصفر المسؤولون تحدثوا عن وجود نحو ألف مقاتل متمركزين في حزام بغداد من الأراضي الزراعية وبستين النخيل غرب المدينة والمطار مسؤول عراقي رفيع قال للصحيفة إن هناك العديد من الخلايا النائمة في بغداد وهي مستعدة وجاهزة المسؤولون رأوا أن الضجة التي قد يثيرها الهجوم على المنطقة الخضراء في العاصمة حيث مراكز الشرطة والوزارات والسفارات الأجنبية جعلت هذه المنطقة هدفا رئيسيا لداعش برأيك هل يمكن الأمم المتحدة أن تقبل الدولة الكردية عضوًا جديدًا في الأمم المتحدة يعني منه هي الأمم المتحدة؟ المتحدة هو قرار دول كبرى وعلى رئيس هذه الدول الكبرى فيه يعني الشيء لروسيا والصين أو الصين أحياناً حتى توازن حسب المصالح يعني قبل كم يوم السودان صارت دولتين؟ يعني شو المشكلة؟ يعني ماذا حدث عندما قسم السودان أن يقسم العراق؟ يعني من يدافع من يدافع عن تقسيم العراق؟ منه مصر؟ أو سعودية؟ أو تركيا؟ أو انشغالات إيران في مشاكلها وملفها النووي وقضايا سوريا وغيرها؟ من يدافع؟ نعم ممكن أن تفتح الحكومة نقول الآن الحكومة العراقية والقوة السياسية العراقية هي التي أيضاً يجب أن تأخذ خيارات أساسية وبالتالي هذه الخيارات خيارات صعبة وخيارات يجب أن تكون شجاعة وخيارات أن تكون واضحة وخيارات أن تكون مسؤولة رئيس حكومة العراق اليوم الذي سيسمى في ثمانية الشهر أو بعد ثمانية الشهر لازم يكون عنده موقف من تقسيم العراق موقف من قيام كيان كردي موقف من الدستور موقف من الكنتون السني ويجب أن يكون في البيان الوزاري هذا الأمر وليست القضية قضية لملمة الوضع وكأن القضية قضية داعش أنا أقول قضية داعش قضية كاذبة وهذه كقضية راجح في مسرحية فيروز وإنما هناك تمرد حقيقي عشائري يعني أنا أؤيد حتى ما جاء في صحيفة التايمز في قوى سياسية داعمة في قوى عشائرية داعمة في دول داعمة شو داعش هذه القضية هذا الغطاء غطاء المسألة في سوريا وغطاء المسألة لأن فيها بعد دموي فيها بعد قتل حتى تبتعد هذه الدول وتتخلى عن مسؤولياتها في القتل والإجرام وحتى طبيعة هذا العمل الإجرامي الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ في القتل في انتهاك الحرومات في الإساءة إلى الأخلاق والقيام والمبادئ هذه كلها مدروسة هذه كلها جاية ضمن سيناريوهات استخباراتية وقاعدة دول مخططة إلها وليس أربع خمسة زعاطية تحطين لحة وبسميهم داعش أنه هم دائرين مسألة تقسيم العراق والمنطقة إلى عشرين وصلة ما الذي يمنع ما الذي يمنع الدول الكبرى أن تقسم فعلا كما تريد كما حصل في سايك سبيكو يعني لم يحصل أن تدعم الأنفصاليين مثلا في كل دولة لم يحصل التوافق بعد بين مصالح هذه الدول هل يمكن أن نقول في موضوع التقسيم دكتور هل يمكن أن العراق دفع الثمن دفع الثمن في سوريا دفع الثمن في لبنان دفع الثمن في إيران وفي الملفات والمفاوضات دفع الثمن في المنطقة إلى جانب طبعا السودان الذي دفع الثمن قبله كل المنطقة جاء تدفع أثمان نتيجة هذه المشاريع كل المنطقة جاء تدفع أثمان نتيجة خيانات الحكام وسياسات الحكام إذا أقسم منهم إن كانوا بحماقاتهم إن كانوا بارتباطاتهم إن كانوا بانتماؤهم إلى المشاريع وإلا كيف تفسري أن هذه الثروة الهائلة التي تمتلكها الدول العربية أنا لأقل أتحدث عن العراق الذي يمتلك ثاني مخزون نفطي في العالم العراق الذي من 2010 لحد 2014 ميزانيته ما تقارب من 500 مليار دولار يعني وين راحت هذه الأموال؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ كيف هذا الدمار حل بهذا المجتمع وتمزق هذا المجتمع حتى نصل إلى لحظة من اللحظات نشوف أن العراق أصبح ثلاثة دولات ودولة مركزية وهذه خارطة موجودة بالمناسبة لو تفوتي على موقع وزارة الدفاع الأمريكية في تقسيم المنطقة تشاهدي أن العراق أربع دولات أربع دولات؟ أربع دولات الدولة الكردية كردستان دولة السنة العرب دولة الشيعة في الجنوب ومركزيتها بغداد الدولة المركزية في البغداد والأقنية ومن المناسبة ورد فيه هذا مورد أن حضرة تتحدث عن هذه الدولات وأنه كيف يمكن مواجهة هذا التقسيم كيف يمكن أن نواجه أيضا هذه الخلايا النائمة التي تم الحديث عنها في بغداد طالما أنه ليس هناك كل هذا الأفات أو هذه المشكلات التي تحدث عنها موجودة يعني أنا أخشى ما أخشى هو أن تنطلق المسألة الحقيقية من بغداد ليس سقوط بغداد وإنما تنطلق الحلقة الدموية في المنطقة بغداد لن تسقط بيد هنانا ممكن نقول الحركات كيف يمكن هنا أن نتحدث عنه كيف يمكن أن تسقط أو تبدأ الحلقة الدموية من يعرف بغداد أن طبيعة هذه المنطقة الآن فيها أحياء بصراحة وأماكن للطائفة السنية كالأعظمية والعامرية والدورة وأطرافها في أبو غريب وما شابه ذلك وأما الباقي معظمه من الشيعة في بغداد أكثر من عشر ملايين قطعة سلاح وكل الشعب مهيئ أن يحمل هذا السلاح وعندما تحصل الحوادث أو التصادمات كما حصلت لها شبيهة في العام 2005 أو 2006 أنا أعتقد سيكون لها أول وليس لها آخر وسيكون لها انعكاس على باقي المنطقة العربية وبالتالي نعم من يفكر في فتح ثغرة في بغداد لا يفكر في إسقاط بغداد لماذا؟ لأنه غير قادر على إسقاط بغداد بغداد لا تسقط وإنما يفكر في الذهاب إلى الحرب الطائفية وإشعال الحرب الطائفية بعد أن تستكمل مشروع ما في مكان ما في كربلة في سامراء في مكان ما مشروع كيف يعني؟ يعني مشروع فتنة بغداد لن تسقط بيد سوى كانت القاعدة أو الداعشيين أو ما شابه ذلك بهذه السهولة وبهذه الطريقة التي سقطت بها المنصل أو سقطت فيها بعض مكانات في صلاح الديني والأنبار لكن ما يخشى في بغداد هو هذا أن نذهب إلى أماكن لا نريدها في التقاتل الطائفي هذا ممكن أن يوفقوا إذا وجدوا من الغطاء والحماية السياسية من قبل ما نسميهم بالداعشيين السياسيين الداعشيين السياسيين كيف يمكن أن نربط هذا الكلام وما تتحدث حضرتك عنه فيما قال ديمبسي أن أعلى مسؤول عسكري أمريكي إلى أن القوات الأمريكية ستعمل على حماية جانب فقط من المطار الذي قد تحتاجه للعمليات اللوجستية وإعادة التمويل وربما الإجلاء وشدد أيضا وزير الدفاع الأمريكي بأن القوات الأمريكية المتوجدة في العراق هي لتأمين البعثة الدبلوماسية والأفراد ومشآت منها مطار بغداد والله كلام خطير هذا هذا كلام خطير هذا بالأمس من أمريكي هذا معناته يعرف واحدة من أثنتين يعرف ويعلم أن هناك سيناريو وذلك أنا قلت في كلام حاميها حراميها أن هناك سيناريو معادل بغداد وأمريكا يعني ضحكة ونكتة من يقول أنها لم تكن على علم في قضية الموصل وبالتالي هي على علم قد يكون لما يخطط هناك أيضا من يقول في موضوع الموصل أنه من طبع الأمريكي يعرف ماذا كان سيحصل ولكن لا يريد أن يتفاقم هذا يعني حين تقسيم إذا تم تقسيم العراق إن شاء الله يربما بيتم وتفشل الخطة ويظل العراق كاملا متكاملا عربيا هل تحمل أمريكا وجود هذه الداعش كلما في النهاية كما يقال أنه فلتت مرة من إيدهم يعني القاعدة فلتت مرة من يار أمريكا وين فلتت القاعدة من أمريكا لم تفلت القاعدة في أفغانستان فلتت في 11 أيلول في أفغانستان فلتت في وقت معين هم يفلتوها مكان الذي يردون ويطوقوها في المكان الذي يردون هم استقدموا القاعدة هم استقدموا جماعة القتل أنا ما أسميهم قاعدة وإنما أسميهم مجموعات القتل التي يدارون من قبل أجهزة المخابرات يجيبوهم إلى مكانات لتحقيق أهداف معينة في العراق لم تكن هذه التسميات موجودة يعني آخر شيء حقيقة حدث العاقل بما لا يليك فإن صدق على عقله يعني عزة الدوري داعش مثلا فالشيء غريب أو الطريقة النقشة بندية يصير رئيسها عزة الدوري اللي هو بين قوسين أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي العلماني هذه مسائل غريبة أصبحت وبالتالي لا حد يضحك على الناس ويقول أن أمريكا والله رح يفلت عليها أو على حديث البعض أن سيرتد عليكم الإرهاب وسيذهب إلى بلدانكم وهذه التكبير ونفخ هذا البالون على مشغل هذه الجماعات لا هذه جماعات لكن هذه الجماعات تنقلبت على أضباط تنقلب لأهداف ولغايات معينة ولفترات معينة ولتحقيق مرامي معينة هذه جماعات تديرها مخابرات وكل جهاز من الأجهزة يدير طرف من هذه الأطراف حتى يسمح للتخلي والمحاسبة في مكان ما على حساب ما الدول العربية أو دول الخليجية المحيطة ألا تخاف السعودية من هذا التقسيم للعراق وكل التقارير تتحدث أيضا عن تقسيم ومن قال أن السعودية لا مشهولة الكويت ألا تخاف ألا تخاف بالسعودية يعني من الذي يخشى في السعودية من التقسيم يعني الملك الملك هذا هو يعرف أصلا هو يعرف ما معنى التقسيم حتى يخشى ما هو هذا كلمة ما يعرف في صحيفة أو ورقة ولكن ما عرفت التقسيم لا تستوجب يعني التراء من قال أن السعودية ليست مشمولة في التقسيم في الخارطة أن المناطق المقدسة هي دولة والمنطقة الشرقية هي دولة بالمناسبة دعاة حقوق السنة في العراق مهم السعودين هذا سعود الفيصل عندما مرات يعني هو من يلبس هرباطح يتكلم شكل ومن يلبس عقال يتكلم شكل آخر سماء أتذكر بس أعتقد من كان لابس هرباطح يتكلم عن حقوق السنة بس من يلبس عقال هذا يمنع من التفكير بالمناسبة سنة العراق بحجم سنة شعة سعودية اللي أمس سووا لهم وزير في تاريخ المملكة كلها صار وزير هذا يعني أنهم يخافون التقسيم طالما هنا حالياً يحاولون استرضاء الأقليات أو أنه من يعتمد أنفسهم الأقليات أو أنهم يخافوا ليس بيدهم يعني المهم أن يكون هناك فعل الخوف فعل بيدهم لا بد أن يكون هناك من التصرف لما هم طرف في المشروع ولذلك أقول لك من اللي يخاف الحكم في السعودية ما هو جاي ينفذ مشاريع الآخر وجاي يمول مشاريع الآخر إعلاماً ومالاً وفكراً دموياً قتال فكيف يخشى نعم هما يخشون على مناصبهم على مواقعهم في نوع من الحمايات لأقل للواقع المنظور القريب أنكم يا آل سعود ما زلتم في السلطة لكن ليست على الطريقة القديمة وإنما يمكن أن تحصل طريقة جديدة بين الأبناء هنا كمان يطلب أن الجيش السعودي سوف يستلم ستبقى هذه العائلة حاكمة بس أنا ما أتوقع لها إلى مرحلة طويلة وإنما سنوات لنوسع بكار المناقشة لابد أن نذهب إلى إقرأ روسيا لنرى الهستيريا الإسرائيلية فمع علاقة داعش في هذا الشأن وأيضاً قوات روسية تشارك في عملية حفظ السلام في أوكرانيا فهل تعود تجربة أوسيتي الشمالية إلى إقرأ روسيا والتفاصيل كومسوموليسكايا برافدا الهستيريا الإسرائيلية الضربات الصاروخية والقنابل على قطاع غزة الأعزل بطريقة المعتادة ليست تسوى محاولة جديدة من تل أبيب لنزع فتيل غضب الإسرائيليين بعد العثور على جثث المستوطنين الثلاثة قرب الخليل ومسارعة رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو لاتهام حماس بالاختطاف والقتل من دون أي دليل ويبدو أن إسرائيل تريد مواصلة عمليتها الانتقامية في تكرار لسيناريو رافق خطف جلعة شليط كل ذلك يجري رغم رفض الفلسطينيين اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في المقابل كان طفل فلسطيني يقتل بدم بارد من دون أن توثير أي وسيلة أعلمية متعاطفة مع إسرائيل قضيته فنحن نعيش على ما يبدو سياسة الهيستيريا التي يمكن أن تؤدي إلى نهاية مأسوية وأخيرا يجب الالتفات إلى أن إسرائيل قد تواجه ورطة حقيقية خصوصا أن تنظيم داعش بات يمتلك صواريخ سكود بعد إعلانه قيام الخلافة الإسلامية موسكوفيسكي كومسوموليتس قوات روسية لحفظ السلام في أوكرانيا إذا صح ما تتداوله بعض وسائل الأعلام فإن الساعات المقبلة قد تشهد مشاركة قوات روسية في عملية حفظ السلام في أوكرانيا من دون تفويد أممي ما يعيد إلى الذاكرة تجربة أوسيتيا الشمالية العملية لا تتطلب سوى أعداد قليلة من القوات الروسية التي ستتمركز في المدن الأساسية جنوب وشرق أوكرانيا الملاصقة للحدود الروسية هذه المعلومات يؤكدها مصدر مقرب من وزارة الخارجية الروسية أشار إلى أن الوزير سيرجي لافروف أكد عدم اتخاذ القرار النهائي بعد كياف من جهتها تعتقد أن هدف هذه التسريبات زيادة الضغط على السلطات الأوكرانية وإجبار رئيس بيتر باراشينكو على تبني هدنة جديدة في دانيتسك ولوغانسك إلا أن هذا الأمر لا يقلل من احتمال حصول تدخل عسكري روسي وإن كان الدومة ألغى قبل أيام تفويده للرئيس فلاديمير بوتين باستخدام القوات الروسية خارج البلاد لأن الدومة يستطيع اتخاذ قرار مغير خصوصا أن جلساته مفتوحة دكتور حسن سلمان سوف أختم بسؤال وحيد عن العراق والسورية هناك من يعتبر أن سوريا نجت من التقسيم ومن هذه الحالة التي كانت مفتوحة هل توافق على هذا؟ ليس بالضبط هذا الأمر نعم نجت واستطاعت أن تخطو خطوات في مواجهة المشروع أختي العزيزة كلما يفشى المشروع أو يجهض أو يضرب أو يضعف في مكان يطلعوننا بمشروع آخر وهذه القضية من بعد الألفين لا أقل من بعد العام ألفين وانسحاب إسرائيل من لبنان ومن هنا تشوفي انتصارات تحققت في سوريا إجوا ودخلوا من الشباك العراقي ووصلوا شرق سوريا بغرب العراق ومن هنا أنا أعتقد أن سوريا والعراق في نفس المركب الأمن مشترك والتقسيم مشترك فما سيحصل للعراق سيحصل لسوريا وسيحصل للمنطقة ومن هنا أنا قلت في بداية أحداث الموصل ندعو إلى استراتيجية موحدة عربية لضرب مشروع التقسيم في العراق للأسف انتهى الوقت دكتور حسن سلمان شكرا جزيلا على حضورك وعلى المعلومات التي أحبطتنا ونتمنى دائما أن تكون الدول العربية موحدة مشاريع الأعداء ليست مفرحة بالضبط ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة